خوفاً من البطالة وتدهور الاقتصاد في الروات المتحدة الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة بهذه الحلقة سننقش نحن وياكم عدد من النقاط المهمة جداً أولاً قديش حجم الانخفاض الذي حصل في سعر الفائدة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هكذا القرار من قبل الاحتياطي الفيدرالي أيضاً كيف سيؤثر هذا القرار على أمريكا والأمريكيين هل هذا القرار هو قرار سياسي أتى نتيجة ضغط من الرئيس ونائبة الرئيس نتيجة أنه فيه انتخابات أو وأيضاً دلالات هذا القرار وماذا بعد فيما يتعلق بهذا الموضوع إخواننا الكل مثل ما بتعرفوا نحن تحدثنا عن هذا الموضوع لأكثر من مرة كلنا كنا متوقعين من الاحتياطي الفيدرالي راح نزل أسعار الفائدة الاحتياطي الأمريكي بإجتماعه بشهر سبتمبر ولكن النقطة اللي يمكن اللي فاجأت الجميع الاكتصاديين وول ستريت وغيرها هو حجم الانخفاض الذي حصل لأننا كنا عم نشوفه اليوم من خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيم ريبين باول كنا عم نشوف أنه معدل الفائد في الاحتياطي الأمريكي ليس عم ينزل خمسة وعشرين نقطة أو سفر فاصل خمسة وعشرين بالمئة متما نحن نقول له لا كانوا عم يعملوا شي ما نقول له باللغة الإنجليزية جامبو كات يعني ما بدنا نسميه يعني انخفاض أو خفض كبير أو خفض جامبو كما بدنا نسميه لأنه كانوا عم ينزلوا سعر الفائد في الاحتياطية الأمريكية خمسين نقطة أو سفر فاصل خمسة سفر بالمئة وهذا الموضوع مش ساير من عام الفين وعشرين هذا القرار الذي أعلن عنه اللي نحن عم نشوفه يا إخوانا كنا وصلنا لمعدلات فائد من الاحتياط الفيدرالي الأعلى منذ ثلاثة وعشرين عام في ألوات المتحدة الأمريكية ولكن بهذا الأعلان الذي حصل اليوم بعد ما هني علوا مستويات الفائد 11 مرة هني كانوا عم بيعلوا مستويات الفائد يا إخوانا أحد عشر مرة لمحاربة التضخم وينزلوا معدلات التضخم بأرض المتحدة الأمريكية يعني هذا اللي كنا عم نشوفه من مارس ٢٠٢٢٢ لا مش من فترة مش كتير طويلة أحد عشر مرة علوا معدلات الفائد حتى ما عاش كرير بس النقطة كتير مهمة انه نحن ننتبه له فلأول مرة من عام ٢٠٢٠ اجا الاحتياط الفيدرالي وقال لأنا هلأ لازم بلش نزل أسعار الفائدي وقررت انه نزل بمعدل ٥٠٠٠٠٠٪ بالمئة ليش يا احتياط الفيدرالي؟ هوني خلينا نفهم هذا القرار لأنه كتير مهم نعرف شو الأسباب التي قدت إلى هذا الموضوع لنعرف نحن شو عم بصير حقيقة اللي عم بصير فينا نعرفها من ورا ما نحلل الأسباب التي دفعت إلى هكذا القرار الاحتياط الفيدرالي عم بيقول هناك سبب أساسي دفعوا إلى اتخاذ هكذا القرار اللي هو شو؟ إذا فيكن تحذروا لأشخاص اللي يتابعوا معاتيكم ثلاث ثواني شو اللي يخلي احتياطي الفيدرالي ينزل أسعار الفائدة؟ هناك خوف لدى الاحتياط الفيدرالي من معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن يجي واحد يقول لي حسان ما معدلات البطالة بأمريكا نحن هلأ عنا مش مرتفعة يعني هي منخفضة تاريخيا، إذا بحضرنا نطلع عليها لماذا تاريخيا؟ إذا نطلع المعدلات البطالة تطلعت للأربع فاصل ثلاث بميئة بشهر يوليو، بشهر سبعة وحاليا بشهر أغسطس كانت أربع فاصل ثنان بالميئة أربع فاصل ثنان بالميئة، أربع فاصل ثلاث بالميئة نعم وانك، هذه معدلات منخفضة إلى حدا إذا نقارن معدلات البطالة هذه السنة كانت تلاتة فاصلة سبعة بالمئة أدرج نحن عم نحكي معدل وسط وبالتالي عم ترتفع وهن بيتطلعوا على الترند يعني بيتطلعوا كيف متجهة هاي دي المعدلات هل متجهة انه هي تنزل او متجهة انه هي ترتفع حسب التقارير اللي متوفرة لدى الاحتياط الفيدرالي واللي هن استندوا لإله تبين معن انه من هلأ لنهاية عام 2024 معدلات البطالة في الوات المتحدة الأمريكية سترتفع هلأ قداش بترتفع على الأكيد هن ما عنده الرقم محدد بس عم بيقولوا يمكن بشهر نوفمبر شهر 11 تصير معدلات البطالة بأمريكا 4.4% هيك الأرقام والتقارير الموجودة عندهم عم بتقول أكيد هن أعلم مش هيك لأنه هن عندهم تقارير نحن مش موجودة عندنا وبالتالي خوفا من البطالة الاحتياط الفيدرالي يقلر انه هو ينزل معدلات الفائد يمكن واحد يقول لي يا حسين بكي زلمي بس بسبب البطالة هندي بدون ينزلوا معدلات الفائد هل قد البطالة بتخوف ايه هل قد البطالة بتخوف ليش خلينا نفهمها نحنا وياكم ونبسط الأمور ليش البطالة بتخوف بتفسير بسيط جدا إذا حطت على حالك أو حالك أنتو عم تحضرونا هلأ لا سمح الله أنتو خسرتوا شغلكم ما عم نكون شغل وبالتالي وقف الدخل باللي أنتو كنتو عم بتعتمدوا عليه ما عش عم نكون إنكم ما عش عم نكون دخل متل ما بتعرفوا نحن عنا بواية المتحدة الأمريكية مش قاعدين يعني بضيعة أو بشي لا أنتو قاعدين ببلد بأي مدينة كنتو موجودين فيها وبأي وليه كل آخر شهر مطلوب منكم تدفعوا بلات مطلوب منكم تدفعوا فواتير إذا عنكن بيت بك تدفعوا المورجج قرض البيت إذا عنكن مستأجرين بك تدفعوا الأجار عنكن فاتورة الماي فاتورة الكهرباء فاتورة الإنترنت مستأجر سيارة ولا مشتري سيارة في إلى دفعات ولا دفعها كلها للسيارة بدكش تحط لها بنزين بقلبها والإنشورنس التأمين وخدمات وبالتالي إذا أنتو صار في بطالة وارتفعت معدلات البطالة معناتها في أشخاص رح يصيروا بلا شغل وإذا في أشخاص صاروا بلا شغل معناتها هني رح يصير في عندهم مشكلة بأنه هني سددوا فواتيرهم فواتير القرض العقاري قرض السيارة إذا عندهم سيارة وغيرها من هذه الأمور لحتى ما نكرر وبالتالي لما هني يتخلفوا عن دفع الفواتير هذا بيأدي إلى شو خطورة أنه يصير فيه تدهور اقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية يصير العالم بتروح بتعمل إفلاسة أو بتبطل تدفع ومشاكل بتصير فهني ما بدوا يوصلوا لهذه النقطة هيدا الهدف تبعهم خلا نفهمه نحنا عم بفكروا لقدام هني عم بيو طيب هلأ بيأتي واحد يقول لي طيب يا معلم شو شو التأثير رح يكون علي أنا كشخص عم بحضرك يا خي هلكتني شو التأثير علي أنا اللي عم بسمعك هالمواطن العادي فهمي كيف شو رح يصير خليني يقلكم بكل بساطة مت معمودين علي يا أخواني يعني فيه أكتر من شغلي إذا أنا بدي يقول رح تتأثر نحنا عنا بيويت متحت الأمريكية بس بتكون تركزوا على نقطة حيلا شغلي رح تأثر علي من الشغلات اللي أنا رح أسكرها التأثير لن يكون بشكل سريع ومباشر هلأ يعني دغري على السريع بكرة رح نفيه رح نشوفه إنه مشت الأمور لا في ثلاث شغلات أساسية رح يأثر علي هيدا الموضوع أولا هو موضوع بطاقات الاعتمان الكريدت كارتز اللي هي الفائدة على بطاقات الاعتمان ما رح تنزل لغري مش بكرة والله إذا هلا عنكن إنتوا الفائدة على الكريدت كارتز 25% أو الريت اللي إخدينه بكرة تفقوا تصير 16% لا عم بيقولوا الاقتصاديين والخبراء إنه بدن شهرين لتلتة شهر لحتى تحسوا فيه شي صار بطاقات الاعتمان هذا بطاقات الاعتمان الشغل الثاني هي الكار لونز القروض على السيارات إذا أنتم مشتريين سيارة على القارة كمان هذا المفروض ينزل مفروض ينزل أسرع من الكريدت كارت بطاقات الاعتمان ولكن المفروض إنه هو ينزل بس مش بكرة كمان أحلى ما حدا يدق لي بكرة يقلي ما نزل الشغل الثالثة واللي هي أساسية مع إنه ما فيه علاقة مباشرة ولكن صرنا بآخر كم شهر بينزلوا الفائدة طب الاحتياط الفيدرالي هي بتنزل وهي صار لك عم تنزل من ميعك اللي هي القروض العقارية الفوائد على القروض العقارية المفروض تنزل وهذا اللي تشوفناه إنه عم تنزل إذا عم نتطلع نحنا على الأفرج الأفرج لنهية 12 سبتمبر معدل الوسطة للفائدة على قرد للمنزل 30 سنة فكست تقريباً المتوسط عم بيكون 6.2 بالمئة هلأ عالم بتجيبه ب5.7 عالم بتجيبه ب7 هن بيعملوا له معدل وسط اللي هو 6.2 بالمئة وبالتالي الفائدة عم تنزل ومرشحة بإنه تنزل الفوائد على القروض العقارية أكتر وهيدا رح يكون إلو تأثير على الاقتصاد تمام؟ ولكن بأي نقطة أنا شرحتها بشكل عام عرفوا إنه التأثير المباشر سيكون على كل شيء خاصوا بالاقتراض لما هن بيعلوا الفائدة بيصير قيمة الاقتراض وتكلفة الاقتراض أغلى لما هن بينزلوا الفائدة بتصير تكلفة الاقتراض أرخص حطوا هيدا الفورميلة عنكم إذا بدكم هاي الفورميلة المبسطة علوا الفائدة بتصير تكلفة الاقتراض أكتر نزلوا الفائدة بتصير تكلفة الاقتراض أقل وكل ما بينزلوا الفائدة بتنزل تكلفة الاقتراض تفقنا نحن وإياكم خلينا نكمل هلأ شو صار؟ هلأ فيك حكي كتير بدي أحكي أنا بهذا الموضوع ترامب طلع اليوم وقال لهم أنتوا عم تلعبوا سياسة خليني نحط الخبر قال لهم أنتوا هلأ بهيدا الوقت قبل كم أسبوع من الانتخابات الرئاسية أنتوا يوربليين بولوتكس عم تلعبوا سياسة عم بتحاولوا تنزلوا المعدلات الفائدة لحتى تدعموا المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كاميلا هيرس إنه هي حظوظة تصير أحلى ليش ترامب عم بيقول هيك؟ خلينا نفهم هذه النقطة وهلأ أنا بشرح يعني شو كان الرد من رئيس الاحتياط الفيدرالي ومن بايدن وكاميلا هيرس ترامب عم بيقول هيك لأنه لما الاحتياط الفيدرالي بنزل الفائدة تكلفة الافتراب بتصير أرخص بيرجع بحرك عجلة الاقتصاد الأمريكي أقوى نقطة انتخابية عم تعطي تقدم لترامب على كاميلا هيرس في الانتخابات حاليا هي موضوع الاقتصاد الأمريكي يعاني مش عم بعطيكم زر التضخم ارتفع الأسعار ترتفع وبالتالي لما بيجي احتياط الفيدرالي بنزل الفائد العالم بيصير عنده يمكن بحبوحة هلأ قديش بيصير في عنده بحبوحة وقديش بيتحرك الاقتصاد قديش السرعة رح تكون هونيكي بيلعب دور عشان هيك ترامب عم بيقول لهم انتو عم تلعبوا سياسية احتياطية فيدرالي فهمتوا هايدي النقطة؟ لنكم كاملة هرس شو كنت عم بتقول عم بتقول انه هايدي لحظة مهمة جدا لقام يعني عم بتقول انه ترحب وتسني على هذا القرار قالت ولكم نيوز اسنت على هذا القرار ورحبت فيه وقالت انه هي ستسعى انه تخلي الاسعار تنزل اكتر واكتر هايدي مين؟ كاملة هرس بايدن الرئيس الامريكي اللي هو نصيناه صراحة يعني نصينا انه نحنا عنا رئيس اسمه بايدن للأسف الشديد يعني انا اعتذر بس خلص مهم طلع تصريح اليوم وقال هايدي لحظة مهمة مبعد التعافي من جائحة كورونا هلأ رئيس الاحتياط الفيدرالي جريمي باول سألو قالولو يا صحفي اليوم خلال مؤتمر الصحفي اللي هو كان عامله قالولو يا رئيس احتياط الفيدرالي يا جريمي باول انت عم تلعب سياسة؟ شو كان تصريحه؟ قال انه نحنا شغلتنا الوحيدة انه ندعم الاقتصاد الامريكي وعم بيقول ان احنا منستعمل الادوات الموجودة لنا لحتى نتأكد ان الاقتصاد الامريكي في افضل حالاته ولا نستخدم هايدي الادوات كادات سياسية لدعم اي حزب سياسي او مرشح سياسي طيب ممكن حدا يقول لي استاذ حسان يعني عم بيحكي مظبوط هيدا ولا عم بيتضحك علينا رئيس الاحتياط الفيدرالي خليني هون يقول لك شغلتان بكل صراحة مت معمودين علي رئيس الاحتياط الفيدرالي بعينه الرئيس جريمي باول عينه ترامب ورجع مدد له بايدا اتفقنا؟ والمفروض نحن الاحتياط الفيدرالي عنا بلوات المتحدة الامريكية كيفما النظام معمول هو انه مستقل عن القرارات السياسية لا بيأثر فيه الرئيس ولا نائبة الرئيس ولا المفروض يأثر فيه للحزب الديمقراطي ولا الحزب الجمهور تمام؟ ولكن تاريخيا نحنا شفنا انه لما بيكون في انتخابات رئاسية عشان هيك نحنا كنا متوقعين انه يبلشو ينزله بالفائدة بشهر سبتمبر لانه في انتخابات رئاسية تاريخيا يعني بنزله صراحة يعني لحتى يساعده الموجود بالرئاس اذا بنحكي تاريخيا نوفيكم ترجعوا للتاريخ طيب خلينا نروح للنقطة اللي بعدها يعني هل يا ترى يعني الاحتياط الفيدرالي انتصر على التضخم وتجنب يعني انه يفوت بركود اقتصادي؟ خليني انا استخدم اللي قاله جيريمي باول رئيس الاحتياط الفيدرالي ما رح احكي انا شو انا بدي رئيس الاحتياط الفيدرالي قال نحنا لم نعلن انتصار بعد لانه بعد ما وصلنا لهدفنا انه يكون التضخم بامريكا 2% وايضا نخاف وهناك خوف كما ذكرت قبل شوي من موضوع البطالة ومش بس هيك عم بيقول انه هناك قطاع معين في الولايات المتحدة الامريكية بعده عنيد وما عم تنزل الاسعار فيه بالوتيرة اللي نحنا بننا اياها وهو قطاع الاسكان لبيوت ما زالت مرتفعة اسعار المنازل واسعار الاجارات ما زالت مرتفعة وبالتالي كيف نحنا بننا ناعلن انتصار ولم ننتصر الى حد الان لا على التضخم ولا على البطالة ولا على الاسكان قال نحنا عم نحاول ننزل الاسعار ويعني لدينا ثقة انه مع الوقت سنستطيع من انه نزل اسعار المنازل المرتفعة واسعار الاجارات المرتفعة عم بيقول انه مع الوقت مفروض انه هني نزلوا هلا يمكن واحد يقول لي هل يا ترى هيدا اخر حتى ننتبه شو عم نحكي هل يا ترى هيدا انه اول مرة وخلاص انه معاش رح ننزل الفوائد لا ليش لا لانه حسب الخبراء حسب تصريحات جيريمي باول ممكن بعد نحنا نشوف وعلى ما على الاغلب سنرى انه الاحتياط الفدرالي رح نزل اسعار الفائد اكيد كله بيعتمد كيف رح يجاوب السوق والاقتصاد للقرار اللي تم اتخاذه اليوم كيف شو رح يصير بده ننطر الارقام بده شوية وقت هيدا الارقام لحتى نشوف التأثير المباشر على الاسواع ولكن بعد بهايدي السنة بالالفين واربا وعشرين فيه حسن من بين قدامي هون بعد فيه اجتماعين على ما اعتقل ان شاء الله ما كنش غلطان فيه اجتماع بشهر نوفمبر بعد الانتخابات دغري بشهر نوفمبر شهر 11 وفيه اجتماع بشهر 12 وبالتالي من الممكن انه الاحتياط الفدرالي ينزل اسعار الفائدي بعد بيئة الولايات المتحدة الامريكية ولكن خلينا نشوف يعني هو لم يعلن انتصار ولكن هذا قرار مهم جدا عمليكم من الفين وعشرين لم يتم خفض سعر الفائد بالولايات المتحدة الامريكية الشعب يعاني المواطن العادي يعاني الشركات تعاني بالولايات المتحدة الامريكية اللي عايش هوني بيعرف انا شو عم بحكي الا اذا انتم كنتوا عايشين بلالا لاند بعض الاشخاص اللي بيطلعوا بيقولوا ما في من هذا الموضوع اللي عايش بامريكا فمن الي كيف؟ عارفان انه اسعار ارتفعت الخدمات ارتفعت البيوت ارتفعت الاجارات ارتفعت الدنيا ما حدا عم يصرف مصاري روحوا لأصحاب البزنس اسألونهم بيقولك يعني بالقوة لو واحد يجي يصرف عنا دولار العالم خايفين يتصرف مصرياتها؟ لما العالم ما بتصرف مصرياتها هيدا بيقدي لانت ماش اقتصادي فعم بيحاول الاحتياط الفدرالي يرجعي شجع العالم انه هن يصرفوا مصرياتهم بدون ما نرجع نعلي التضخم هل بينجحوا ولا ما بينجحوا بدنا ننطر؟ هيدا مش دغري بكرة فينا نعرف تأثيره بدنا ننطرنا شوي وهل سيكون لهذا القرار تأثير على الانتخابات الرئاسية وتميل الكفة لكمالا هرس على دونالد ترامب؟ كمان بدنا ننطر ولكن اللي بتمنى منكم تعطوني رأيكم في هذا القرار هل تعتبروا هذا القرار قرار سياسي اي ولا لا؟ وهل تعتقدون ان هذا القرار هو القرار الصح اي ولا لا؟ وهل التوقيت صح اي ولا لا؟ وهل حجم خفض سعر الفائدة الكبير صراحة جنبو خمسين نقطة صحيح ولا لا؟ أعطون نرأيكم بمربع التعليقات خلينا نتناقش نحن وياكم بشكل حضاري وديمقراطي متما عمودين عليكم وأكيد منتمنى انه تعملوا مشاركة لهذه الحلقة على أوسع نطاق تعملوا تاج لأشخاص ثمين دايما تابعوا قناتش الأخبار لانه عم نخليكم على اطلاع بكل شي عم بصير في الولايات المتحدة الأمريكية بموضوعية وأمانة وحرفية لايك وفولو على فيسبوك انستجرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب كماكو حسين هشم من قناتش الأخبار إلى علقاكم بحلقات مقبلي من هذا البرنامج وبرنامج تانية إلى اللقاء وبرعاية الله